الحقيقة أنا السنة دي كنت مقرر تماماً إن أنا مش عايزة أعمل النوع اللي أنا قريدي معروف إن أنا بعمله وعايزة أعمل شكل أبسط كنت بقابل كل المنتجين أصدقائي أقول لهم أنا عايزة أعمل عمل مفيش واحد فيه موت يعني كل الناس تفضل في عيشة لحد ده آخر وده كان تحدي رهيب يعني ولأنه صعب لأنه الحقيقة النوع ده كمان كان بيتقدم زمان على شاشة رمضان بس دي كانت أول سنة فجأة إن إحنا عايزين نرجعوا تاني شاشة رمضان فالتحديات كتير قوي اسم أستاذ أسامة إنه عمل ما كانش بيتقدم في رمضان بقاله كم سنة إنه كمان صديقي العزيز اللي احنا قدمنا ممالك النار مع بعض خالد النبوي عمل التاريخي الضخم ده بنقدم بقى عمل تلفزيوني بسيط بيقدم كاركتر بره منطقته برضو اللي هو اتعرف بيها واللي بيقدم منها طول الوقت فالتركيبة كده على بعضها كانت مغامرة حقيقة يعني ايه أنا شخصياً كنت في حالة رعب بالحد ما المسلسل خلص عرضه على يمكن أكتر من أي حاجة عملتها في حياتي الحقيقة للمعطيات دي كلها ولكن الحمد لله لقى قبول كبير ويمكن كمان فتح الباب بعد كده في دراما رمضان إنه يتقدم أنواع النوع ده بس بأشكال مختلفة وأنواب مختلفة يعني طب هل كانت مغامرة أيضاً بس من نوع آخر لما قدمت تصور جديد لإمبراطورية ميم اه كانت مغامرة ثقفة احنا كل سنة بنعلي يمكن الثقفة على نفسنا أكتر طبعاً مغامرة خطيرة والحقيقة كانت مرعبة أكتر يمكن كمان من راجعين يا هوا لإنه إمبراطورية ميم كمان كانت قدم في فيلم آيكوني في أول السبعينات أستاذ زفات الحمامة العمل الإعداد للقصة القصيرة لأستاذ إحسان عبدالقدوس وأستاذ نجيب محفوظ يعني أسماء كبرى كلها أسماء مخيفة كلها أستاذ حسين كمال المخرج وفيلم يعني يمكن مفيش حد في مصر ما شافهوش يعني كنا زمان يعني فيه مواعيد كده معينة لازم نفتح التلفزيون للاقيه بموجود طب يعني هو هنا الحقيقة السؤال لماذا لجأتم إلى هذا الفيلم مرة تانية تحت رعاية برضو الشركة المتحدة الحقيقة إن بقالنا ثلاث سنين بنقدم أعمال لكبار الكتاب ابتدنا براجين يا هوا أستاذ وثمان عراقاشا سنة اللي فاتت قدمنا مذكرات زوج الأستاذ أحمد بهجت كان بطولة طرق لطفي أخرى كتامر نادي وكان مسلسل 15 حلقة فقط وكانت قدم زمان برضو في مسلسل تلفزيوني في أواخر التمانينات كان أستاذ محمود ياسين وأستاذ فاردوس عبد الحميد واللي كان كاتب له سيناريو هو أستاذ أحمد بهجت نفسه يعني كلهم أسماء كبرى كلهم أسامية طبعا حقيقا هو ده كان الغرض إن احنا نعمل زي جسر تواصل كده ما بين الأجيال إنه يمكن الأجيال الأصغر ما تخرجتش على إمبراطورة ميمي ممكن ما شافتش حاجة لأستاذ أحمد بهجت بقدر اللي يليقت بقيمته ككاتب كبير فالحقيقة ده كان يعني ايه مشروع إن احنا نقدم ننطقي بعض الأعمال ونعيد تقدمها مرة تانية على بشكل برؤية معصرة حتى لو فيها بعض التغيير؟ أكيد لازم يبقى فيها تغيير لأنه يعني تغيير البطل مثلا هنا طبعا بس هو الحقيقة أنه البطل في القصة بتاعته إحسان عبدالقدوس كان رجل أصلا وكان تم تغيير ده في الفيلم سيدة فات الحبابة بالضبط كده فطبعا يمكن أنا شخصيا ما كنتش عارف الموضوع ده قبل ما ابتدي أتصدى للعمل على القصة القصيرة الأصلية كمان فمش غلط على فكرة أنه إحنا نعيد تقديم بعض الأعمال يمكن حتى نجحة وكبيرة لأنه ثقافة الريميج دي موجودة في العالم كله ممكن تلاقي عمل نجح في الأربعينات وتعاد تقديمه تاني في الألفنات ممكن تلاقي عمل يتقدم في التلفزيون فاتعمل منه فيلم والعكس صحيح أنه يتقدم في السينما ويتعمل منه يعني فكرة أنه لأنه إحنا بنوهاجم أحيانا بأنه طب ده مش إفلاس مش ده نوع من أنواع أنه إحنا بنلجأ بالعكس أنا شايف أنه دي كونوز ده تراص مهم جدا وموجود ولازم طول الوقت نلجأ له ونستفيد به ونعيد تقديمه للأجيال علشان ما نبقاش منقطعين عن من سبقونا وفي نفس الوقت نبقى إحنا دورنا أن نبقى جسر نلقل للأجيال الأصغر هذه الكنوز والتراص الكبير العريض اللي عندنا في الدراما ترجمة نانسي قنقر